اشتركوا في القناة ادوية شهداء الابطال وان يتغمدهم القدير بواسع رحمته وعظيم غفرانه وان يمنع المصابين بالشفاء العاجل واكدت المملكة وقوفها وتضامنها التام مع مملكة البحرين كما تجدد مواقفها الداعية الى وقف السمرار تدفق الاسلحة لمليشيا الحوث الارهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني وضمان عدم انتهاكها لقرارات الامم المتحدة اشتركوا في القناة